أهلاً 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 وسهلاً بكم وكل الترحيب بمولانا فضيلة الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر زكي مولانا بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم مولانا نعم أنا أستاء جداً لما لاقي الناس بتعتبر أنه فضح بعضها البعض والتشهير ببعضها البعض وكأنه يعني شكل من أشكال المكاشفة المصارحة المناقشة أو كأنه حديث اجتماعي عادي هل ده عادي هل ده مقبول طب هل ده محرم التشهير ده نعم بسم الله الرحمن الرحيم أولاً في التشريع الإسلامي اسمها جناية التشهير جناية أيوة وليست جنحة لا ولذلك لها عقوبة دنيوية وأخرى أخروية يعني لها عقوبتان عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة التشهير معناه أو تعريفه أو مدلوله إذاعة السوء عن الناس طبعاً سيادتك سألتني عن الحكم تشهير الناس بعضهم ببعض بذكر عيوبهم أو التنقص منهم حرام شرعاً قولاً واحداً خاصة إذا كان المشهر به بريئاً مما يشع عنه وحينما نستقرأ أو نقرأ القرآن الكريم هنجد أن الله سبحانه وتعالى قال إن الذين إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون الآدت 19 من سورة النور والله سبحانه وتعالى قال في سورة الأحزاب والذين يؤذون خوالك من العبارة والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتاناً وإثماً مبينا وسيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال من سمع سمع الله به يعني اللي يريد أن يشهر للناس وأيضاً في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أيما رجل أشاع على رجل طبعاً الرجل بريء عبارة أو كلمة ليشينه يعني يعيبه وهو منها بريء كان حقاً على الله تعالى أن يرميها أن يرميه اللي هو البشاهر ده بها بسبب هذه الكلمة اللي فيها تنقيص في النار حتى سيدي الإعلام الواعد أستاذ يوسف الحسين ربنا يبارك فيك حتى العلماء قالوا ويحرم أن يشهر الإنسان بنفسه يعني هب أن إنساناً ارتكب مخالفاً وستراه الله سبحانه وتعالى يحرم على هذا الإنسان أن يشهر بنفسه والنبي عليه السلام حذر من ذلك قال إن إنسان ارتكب قذوراً من القذورات إلي عفواً المحذورات الممنوعات المحرمات إلى آخره وقد ستره الله عز وجل ثم يصبح يقول يا فلان يا فلان لقد عملت البارحة كذا وكذا وكذا فيكشف ستر الله تعالى عنه وده هنسميها في إبقى لأن أحييك على اختيارك لهذا وطاقم الأعداد هنسميه المجاهرة أو مجاهرة بالإثم أحسن أو بالمعصية الله ينور عليك يعني ومن الإجهار هو اللي ضربنا به المثل شوف النبع السلامي الأول بيقوله كل أمتي معافون ده لطف الله وكرم الله ورحمة الله وشفقة الله كل أمتي معافون إلا المجاهرون وإن من الإجهار أن رجلاً يعمل عملاً مثلاً بالليل أو بالنهار المهم عمل سري وقد ستراه الله عز وجل فيقول للناس لقد فعلت كذا وفعلت كذا وفعلت كذا ويكشف ستر الله تعالى عنه ولذلك يعني ماعز رضي الله عنه إما ارتكب جريمة الزنا الفحشاء المهم رحل سيدنا وبكر عليه رضوانا الله قوله يا أبا بكر أنا فعلت كذا قاله هل رأك أحد لا قال لا قال الستر بستر الله لم تطب نفسه رح نسهدنا عمر سبحان الله زوريتهم بعضهم من بعد قال أنا فعلت كذا قال رأك أحد يا ماعز قال قال إذن استر بستر الله قريبه بقى اللي أوعز إليه قال له أخشى أن ينزل فيك الله قرآنا فزاب للنبي والسلام والنبي عليه الصلاة والسلام أعرض عنه أربع مرات يعني ماعز بيعترف أربع مرات جاء من على اليمين واليسار واليمين واليسار وبعدها الرسول اللي تثبت عشان قبيلة أسلم لا جيتها غير قريش فالرسول خشى أن الرجل يتهم نفسه بالباطل قاعد يقوله لعلك 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 ما قاله في الآخر أتدري ما زينة فقاله نعم أن يفعل الرجل فيك كذا كذا ما أهله المهم أمر الرسول بإقامة الحد عليه شباق عظمة الإسلام طيب أنا عايز الحتة دي هتقولي بقى هنا بعد أن الرسول يعني أقام عليه الحد لا أمر بس أمر بإقامة الحد إيه اللي يحصل هستأذن أروح للفاصل وسمع زميلي بيهلله شكلنا كده بقينا اتنين واحد ألف مليون مبروك اطلع بالفاصل بسرعة عمورة شوفوا بقى مولانا وشه حلو علينا إزاي اتنين واحد حلو عايزين بقى الحكم يصفر وكفايا على كده خلوني أجدد الترحيب مرة تانية بمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أهلا بك مولانا ونقول مبروك مقدما كده ربنا يبرك فيك ويكون أسبوع خير وعيد الشرطة المدنية 25 يناير وموقفهم البطولة في الإسماعيلية نرجع لموضوعنا أمر الرسول بإقامة الحد على ماعز لأنه اعترف أربع مرات وبعد ذلك الرسول عمل معه حوار قاله لعلك 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 ماساست لعلك قبلت لعلك عمال يصر يقول له ماعز أنه هو زال فعلته كذا وبعد الرسول سأل أقارب ماعز عن قواه العقلي الخضاء الإسلامي فيها عدالة الرسول عقوله يطلع له مخرج أيوة إحنا عندنا في الفقه الإسلامي بباب الجنات والحدود بينه إليه ويسنه للقاضي أن يوعز ويومئ للمتهم أن لا يعترف يعني مثلاً إمام الشعبي كان قاعد عند الخليفة وبعدين جابه واحد سارق فالشرطة بتضرب السارق كده اعتقر أصدق الأمير فالإمام الشعبي قال ليس الصدق في كل المواطن أرجع بقى للحديث أرجع على ماعز سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما أقيم الحد على ماعز أقيم خلاص عاتب قريبه الذي أوعز إليه بالإقرار قال هل سطرت صاحبك بطرف سوبك هل سطرت صاحبك بطرف إيه طرف سوبك أنا بقى هقول عبارة ما قولك في مكرفونات الأفاعي اللي خارج مصر عمالة معايرة ومعايبة وشاماتة ونية شر بالبلد اللي تولدوا فيه وتعلموا فيه أين هؤلاء من مقولة النبي صلى الله عليه وسلم هل سطرت صاحبك بطرف ثوبك ولذلك العلماء لما يجون بقى بيقولوا إيه قضية فقية جدا ودي أذكرك لأن ده تبين محاسن الإسلام قالوا هل الإنسان لو وجد إنسانا في فاحشة هل الرفح ولا الساتر يعني يرفع أمره للجهات المختصة ولا يسطر عليه الرسالة والسلام هي بيقول لنا المن سطر مسلما سطره الله عز وجل والحبيب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الساتر ولذلك جريمة الأرجافة اللي كلمنا عنها كثير في صورة الأحزاب لإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورنك فيها إلا قليلا ملعنين أينما سخفوا أخذوا خطلوا تغتيلة أقول في النهاية يا أهل الدين الحقيقي يا أهل التدين الحقيقي إياكم والتشهير لا بالوطن ولا بالنظام ولا بالمؤسسات ولا بالمواطنين لأن التشهير جناية تستحق العقوبة ولا يفعلها إلا مرضى القلوب والعقول أنا مشكورك جدا 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 يا مولانا كل الشكر ليك كما جرت العادة كل الشكر لمولانا فضيلة الدكتور فضلت الشيخ الدكتور أحمد كريم بارك الله قارن بجامعة الأزهر